أهلا بكم من جديد حذر أمين والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إسرائيل من رد حازم ورادع إن هي استمرت في مهاجمة أهداف في سوريا ونسبت وكالة أنباء فارس إلى شمخاني قوله إن إسرائيل إذا استمرت في هذه الأعمال فسوف يتم تفعيل الإجراءات المتوقعة للردع والرد بشكل حازم ومناسب حيث يكون عبرة لحكام إسرائيل الكذبين والمجرمين بحسب قوله كلام شمخاني جاء في الوقت الذي أجرى فيه المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف في تهران وتأتي هذه المباحثات بالتزامن أيضا مع مباحثات يجريها وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في تهران حيث التقى نظيره الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في الطريق إلى سوتيشي ملفات كثيرة على الطاولة في محطة طهران اللجنة الدستورية والأوضاع في سوريا من شمالها حيث القلق التركي وتطورات الأوضاع في إدلب إلى جنوبها حيث الهجمات الإسرائيلية وصولا إلى شرقها حيث الانسحاب الأمريكي قضايا لم تغب عن لقاءات المبعوث الأممي إلى سوريا مع وزير الخارجية الإيراني والتي تزامنت مع لقاءات وليد المعلم هنا حراك دبلوماسي إيراني متسارع فقبل المعلم وبيدرسون أجرت طهران مباحثات مفصلة قبل أيام على الطاولة نفسها مع مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا أعتقد أن الحكومة السورية حاليا استعادت وضعها من خلال بست سيطرتها على معظم أراضي سوريا لذا أعتقد أن تهيئة الأمور والأوضاع على خط تركيا سوريا سيكون مهما في قمة سوتيش المقبلة خاصة مع ما كشفته تركيا من تواصل استخباراتي مع دمشق بعيدا عن التحضيرات لقمة رؤساء الدول الضامنة لعملية أستان الأسبوع المقبل في روسيا لم تفوت طهران الفرصة اقتصاديا تأكيد على تنفيذ الاتفاقيات الإحدى عشرة التي وقعت مع دمشق مؤخرا والتي تتمحور حول إعادة الإعمار وأمنيا رسالة متكررة باسم محور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هدد بتفعيل تدابير ردعية وبرد حاسم يكون درس عبرة لإسرائيل كما قال إن واصلت هجماتها على سوريا تهديد جاء في وقت يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التواجد العسكري الإيراني في سوريا الاتحاد الأوروبي ينتقل سلوك إيران في المنطقة في وقت أكد الطهران مرارا أن تواجد مستشاريها في سوريا هو بطلب رسمي من دمشق وهو ما حقق نجاحا على صعيد محاربة الإرهاب بما عاد الأمن ليس للمنطقة فقط وإنما ضمن أوروبا أيضا قمة بعد أخرى تسبق بتحضيرات وتتبع ببيانات لكن الدخان الأبيض لم يخرج بعد من مدخنة عملية أستانا قبل قمة سوتي المحطة الأخيرة ربما هنا في طهران التي تسعى وتتأمل بتحقيق تقدم سياسي في الملف السوري الأقل لترفع هذه الورقة في وجه أوروبا حاسم كلاس التلفزيون العربي طهران وليقرأ أكثر في هذه التصريحات ينظم إلينا من طهران الدكتور عماد دمشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران مرحبا بك دكتور معنا إلى العرب اليوم ما الجديد في تصريحات شمخاني هذا هل إيران في وارد المواجهة مع إسرائيل في سوريا أم أن هذه التصريحات ربما هي امتداد لتصريحات كثيرة سابقة هدد فيها مسؤولون إيرانيون بسحق إسرائيل مرارا وتكرارا تحياتي لكم ولمشاهدين الأعزاء في الواقع خلال الأونة الأخيرة كان هناك بحث كبير خاصة في المجلس العالي للأمن القومي الإيراني عن ضرورة أن يتم الرد على الإسرائيليين في سوريا وكان هناك اتفاقيات عقادتها روسيا والولايات المتحدة وكانت روسيا هي الضامنة لكي لا يقوم النظام الصهيوني بمهاجمات القوات الإيرانية أو حلفائها ولكن الصهيوني تخط هذه الخطوط وطبعا الاتفاقيات التي كانت بين روسيا والولايات المتحدة وكانت إيران تحترمها اليوم لم تعد موجودة بالنسبة لإيران وعلى هذا الأساس فهناك بحث عن أن السبيل الوحيد لإسكاة الإسرائيليين هو أنهم إذا ما قاموا بقصف أي مكان بالصاروخ يجب الرد عليهم بثلاثة أو أربعة صواريخ لكل صاروخ وهذا المبدأ إذا ما أردنا أن نقول الرد بأقوى مما يصدر من الكيام الصهيوني هذا بات اليوم أحد المواضيع يعني إيران إسرائيل استهدفت مدارا أهداف إيرانية في سوريا ولم ترد إيران ولو مرة واحدة شمخاني قال سيتم تفعيل الإجراءات المتوقعة للرد والرد بشكل حازم ومناسب ماذا يقصد بذلك؟ هل يعني أن إيران لديها الآن خطة واضحة للرد بشكل فعلي على أي هجمات إسرائيلية مستقبلية في سوريا أنا أستطيع أن أقول لك نعم هناك اتجاهات خاصة في القيادة العسكرية بضرورة الرد على الإسرائيليين في حين أنه من قبل كانت الأجهزة القرار السياسية هي التي تضغط لكي لا يكون هناك رد وكان الروس يخبرون الإيرانيين وحلفاء الإيرانيين في سوريا عن أن الإسرائيليين سوف يقومون بقصف مكان ويقومون بالخروج من ذلك المكان ويقوم الإسرائيليون بقصفه ويكون نوعا من القصف السوري ولا يتم استهداف ولكن استهداف إيرانيين بشكل مباشر ولكن اليوم يبدو أن السياسة سوف تتغير السياسة الإيرانية سوف تكون سياسة الرد سياسة التصعيد نعم سياسة التصعيد وإيران هددت مرارا بالرد سوف يؤدي إلى التصعيد في المنطقة نعم معذرة على المقاطعة سوريا أصبحت الآن وواضح أنها أصبحت حلبة صراع بين إسرائيل وإيران يعني هل الأزمة السورية باتت اليوم ورقت ضغط من طرف إيران ربما لتحقيق مكاسب أخرى في ملفات أخرى أو لتخفيف الضغط عليها من الجانب الأوروبي أو الأمريكي في الواقع أن إيران أنا لا أتصور أن الإيرانيين سوف يقومون بالرد على الإسرائيليين بشكل مباشر يعني هم سيطلبون من الجيش السوري أن يقوم بهذا الرد ولكن بالنسبة لموضوع سوريا ليس هو بالنسبة للإيرانيين ليس الموضوع ورقة تستعملها ضد أي أحد بالنسبة للإيرانيين سوريا هي قلب محور المقاومة وعلى هذا الأساس فأنهم لا يعتبرونها ورقة يعتبرونها قلب محور المقاومة وعلى هذا الأساس يقومون بدعم سوريا بأي شكل من الأشكال ولا يضعون سوريا تسقط من أيديهم نعم شكرا جزيلا لك دكتور عمادة بشنهس أستاذ العلوم السياسية في جامعة تهران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر